طب دلوقتي عرفنا أسرتك وعالتك مشوارك الدراسية مشواري الدراسية أنا خريك كلية هندسة جامعة اسكندرية ثم هنا خلصت الهندسة وكنت هشتغل في المفاعل النووي مهندس وجالي التعيين بتاعي ورايح هستلم الشغل بكرة وكان النهاردة اختبارات معهد في نوم مسرحية وانا قلت ايه يا ربي يعني لو انا تقابلت في المعهد يبقى ده الطريق اللي انا هكمل فيه وهسيب الهندسة لان انا حتى في جامعة الهندسة في كلية في اسكندرية انا بمثل برضو وبخرج مسرحة في فريق الجامعة في فريق الجامعة فمش قادر والدي هو نفسه ان انا بقى مهندس مش عارف ليه نفسه هو مش نفسه انا فعملت ده عشان والدي كدراسة بس جيت اول ما نتيجة الاختبارات المعهد طلعت ان انا من المقبولين قلت لقى خلاص بقى ده دي علامة فقلت لقى خلاص انا خدت قرار خدت قرار وقدمت استقلت في ما ندمتش عليه ما ندمتش لا ما ندمتش لان انا مش هعرف امشي في طريق مش حبه انا مش لاقي نفسي فبالتالي انا كان التمثيل التمثيل بغصب عني الفن عموما انا بيصحب انام افكار طول الوقت ودماغي شغالة طول الوقت وقعد معاك ممكن تجيلي فكرة فدماغي تشتغل انا من النوع ده دماغي طول الوقت مستيباني في حالي ايه فيه ناس جوه قاعدين طول الوقت ماتيها عابدشو قاعدين طول الوقت نتكلم انا هم